رئيس أيضا تحدث عن المشروعات القومية وقال أنه البعض بيرى أن المشروعات القومية قد تكون سببا في ما نحن فيه وكلم على مجموعة مشروعات قالك طيب إحنا كان ممكن هل كان ممكن أن نترك قناة السويس بدون تطوير كانت محتاجة تطوير وعشان كده يعني عائدتها زادت من 4 مليار ل 8 مليار حاليا أيضا الطرق اللي بنمشي عليها ودي مهمة بالنسبة للاستثمار أيضا مشروع حياة كريمة اللي بيفيد لكل المصريين بيفيد 58 مليون مواطن مصري قطاع الكهرباء هل كان ممكن أن احنا نتطور أو يبقى فيه صناعة أو يبقى فيه حياة أفضل بدون كهرباء كل هذه مشروعات أنفقنا عليها وما كان يمكن أن يعني نبني هذا البلد دون هذه المشروعات هتكلم على ما يتردد من أن الأزمة اللي احنا موجودين فيها هي أزمة بسبب المشروعات القومية وحسأل بالإضافة للأسئلة اللي أنا طرحتها العامة أو الرأسية ديت يا ترى هل كان ممكن قناة السويس اللي كانت دخلها أربعة وفيه أحسن الحالات أربعة ونص مليار دولار ما يتمش تطورها وييجي النهاردة بعد تقريبا سبع سنين يكون دخلها السنة دي وصل لثمانية مليار دولار هل كان ممكن أن احنا نتجاوز ومنطورش القناة دي عشان تجابه التطورات في التجارة الدولية ونسيبها زي ما هي كده وما نستفيدش بالرقم اللي أنا بقول عليه دلوقتي واللي احنا منتصورين عندما عملت الدرسات لموضوع قناة السويس أنها تستهدف الوصول إلى 10 أو 12 مليار دولار سنوي هل كان يمكن الأزمة أو أزمة الكهرباء والطاقة اللي كانت موجودة وكلنا كنا شايفينها بس مش عايزين ننساها عايز أقول لكم النهاردة زي كنا بنتكلم على الأقل 1.5 تريليون جليه لموضوع الطاقة اللي هو موضوع الكهرباء يمكن والغاز هل كان ممكن النهاردة الدولة المصرية تستمر وعايز أقول لني في خلال السبع سنين اللي فاتوا دول يعني احنا زدنا 14 مليون وفي العشر سنين من 2011 اللي النهاردة زدنا يجي 20 مليون هل كان ممكن النهاردة وإحنا كان عندنا أزمة كهرباء إن ما يتمش عمل التطوير للبنية الأساسية في الكهرباء عشان تجابه الطلب وأيضا التنمية اللي احنا بنستهدفها كان ممكن نحصل ده طيب حاجة تانية زي مثلا مشروعات الخاصة بالشبكة القواملة الطرق والنقل هل كان النهاردة ممكن المواني المصرية يكون لها دور في التجارة العالمية وإحنا في منطقة في منتهى الأهمية بتمر بينها قناة سويس وبيمر بينها 17-18% من التجارة العالمية إن موانينا في مصر ما يكونش جاهزة لهذا التطوير وهذه التنمية المحتملة هل كان شبكة الطرق وشبكة النقل اللي موجودة اللي النهاردة احنا داخلين في حوالي 1-7-81% ويمكن نصل ل2 تريليون جنيه هل احنا كان ممكن ما نعملش ده ونسيبها كده هي القضية اللي حصلت ايه أنا بكلمكم منطقة صراحة وجودة والله مقصو بي إساء لأي حد إن احنا اضطرينا نعمل كل حاجة احنا بنشتغل في كل حاجة ما كانش عندنا طرف إن أنا أقول أولويات أسيب حاجة وخلي حاجة الوقت تاني كنا محتاجين نشتغل في كل ملفات لأن كل ملفات كانت عايزة جهد وعايزة مواجهة حقيقية حتى تستطيع الدولة أن تجابه مستقبلها وتجابه الأمال اللي هي بتعملها وأنا عايز أقول لكم لو النهاردة احنا بنحاول نعمله دلوقتي والسنين اللي جاية يتكلف قد اللي يتعامل ده 3-4-5 مرات 3-4-5 مرات وانا لاقوا بالغ بدليل احنا أطلقنا مشروع حياة كريمة خلال يعني من سنة ونص تقريبا وقلنا إن احنا بنستهدف إن احنا نخلص المشروع ده خلال 3 سنين احنا لما نزلنا على الأرض حقيقة عشان نغير حياة ما يقلب من 6 60 مليون إنسان في مصر احنا كحطينا رقم ضخم جدا ولما نزلنا اشتغلنا وشوفنا الواقع على الأرض لقينا إن الوقت أكتر محتاجين والتكلفة أكتر محتاجين ترجمة نانسي قنقر